بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض الفيديوز اللي كنا ابتدناها بتاعت ازاي نفكر في المسائل والمسائل يا جماعة اللي بنسيبها في اخر الفيديو ياريت نفكر فيها ونبعد الحلول بتاعتها على موقع نفهم عشان ابتدي اشوف ايه مين حلاها صح ومين غلط ونتناقش فيها لو اا في حد مش عارف يحلها او افاود ده ومن اخر حاجة قلناها مسائل او النسبة المبين فمسلا في جملة عايزين نتكلم عليها يقول لك مسلا لو الفي بي وانتوا عارفين الفي بي هي الامف مسلا بتمانية بوت يبقى جهد البطارية بقام بتمانية بوت تمام؟ فان الفي اكسترنال او ا ايه الجزء المستفاد اكبر ولا اقل ولا يساوي تمانية بيقولك بها في حالة ان يكون المفتاح مفتوحا في الدائرة. تعالوا نفكر مع بعض. لو دي بطارية ودي مقاومة كده وهنا في وفي مقاومة داخلية. تمام? واحنا عارفين ان الاخ ده اللي هو واقف هو البطارية ده ارايته زي ما اتفقنا الجزء المستفاد بيساوي في بي ناقص اي ار الصغير. هو الرجل بيقولك ها المفتاح مفتوح. مفتاح مفتوح يعني بالمنظر ده. اهو. كده. ناسا. فتعالوا ايه? نشوف ايه القصة. حالة المفتاح مفتوح. يبقى الاي بصفر. يبقى الجزء ده بصفر. شوف هتبقى اها دي بتساوي دي. طب هو البطارية بكامل في ايه? بي بتمانية. يبقى في كمانها هيساوي تمانية. طب لو قال في حالة ان يكون المفتاح مغلقا. لا. المفتاح مغلقا. يبقى هنا ايه? في مشكلة. ليه في مشكلة? لان لما مفتاح يكون مقفول هيبقى دي لها قيمة. فهتبقى مثلا كام ها? تمانية ناقص اتنين. فتطلع دي ستة. فتطلع بقى ها. ان الفي دي اقل من تمانية. والي اجابة هتبقى ساعتها ها اقل من تمانية. يبقى دي هتطلع تساوي. ودي اقل من. طب لو قال لك في حالة شحن البطالية. ها? كلنا عارفين ان ساعتها هتبقى في بتساوي. في بي. ها? بلاس اي ار سمول. زائد اي ار سمول. طب دي لها قيمة. ودي بتمانية. يعني هتبقى تمانية مسلا زائد اتنين كام مسلا ها? عشرة. يبقى تطلع ها اكبر من تمانية. تمانية. اكبر من كام? من تمانية. يبقى هنا السؤال ده برضو مهم وجيب في امتحانات قبل كبير. عندنا مسائل بيجيب فيها سيرة الكتلة. قانون بتاعها ال واحد تربيع ال اتنين تربيع ام اتنين على ام واحد. دي اسمها مسألة الايه? الكتلة. مسألة الايه ها? الكتلة. وبالتالي خلي بقى الحضرتك منها. لان ساعات تيديك بالنسبة للسلك انا الطول بالكتلة. والتالي بنستغل بالقانون ده. عشان اه نقدر نعوص القوة. بيديجي الطول والطول والكتلة والكتلة بس خلي بلك من ايه ترتيب القانون مش اكتش. ده اسمه قانون الكتلة بتاع النسبة. فبعض المسائل يطلب منك ايه ام اف و ار صغير. واحنا عارفين ان الايه الكلية بتساوي ها الفي بي على ار زائد ار. واضح ان او طلب ايه تاني كده? طلب الفي بي و ار الصغير. انا شايف ان المسألة دي لو جات في المتحان الصناعية عامة لازم الطالب يفرح قوي او نشوفها. لانه طلب حاجتين في معادلة واحدة يبقى على طول انا عارف ان انا هعمل ايه? معادلتين وهحلهم ابقى. ناخد مسال على الكلام ده. يبقى عندنا قاعدة بتقول لو طلب اي ام اف او في بي طبعا. وار الصغيرة نعمل معادلتين ونحلهم ابقى. بيقول لك ايه? عندي سلك المقاومة بتاعته باثناشر. طوله ستة متر. نفس السلك نفس السلك اتقص بقى طوله اتنين متر. فلما السلك الاولان ده توصل بالبطارية عدى فيه ها? مثلا تلاتة من عشرة امبير. ولما السلك اصر يعني مقاومته قلت لانتوا عايفينو الطول تردي مع المقاومة ها? الطيار بقى نص امبيرو ده منطقة ان الطيار زاد يعني. بيعايزي بقى مني ها? احسب الفي بي وار الصغيرة. انا كطالب اول مطالب من الفي بي وار الصغيرة عرفت خلاص ان هو ايه? هعمل معادلتين. طب هعمل معادلتين ازاي? تعني نشوف مع بعض. اي اللي هي تلاتة من عشرة بتساوي في بي انا معرفهاش الحالة الاولى وار الصغيرة معرفهاش وار الكبيرة بكامب اتناشر. ادي دي المعادلة الاولى. المعادلة التانية ها مص. دي هو الطيار المحالة التانية. بيساوي في بي معرفهاش وار الصغيرة معرفهاش. وعايز هنا الار اه ما عنديش ارش. بس عندي ان الار ترضي مع الالة. طب على جنب كده انا عارف انه ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد على ال اتنين. يبقى اتناشر على الله اعلم ار اتنين بكام بتساوي كام يا جماعة? ها? ستة على اتنين. تطلع ار اتنين باربعة اوم. تطلع ار طب دول يا جماعة طرفين فلسطين بقى دول يدوا ايه دي في دي تدي ايه مش في بي ودي في دي تدي ايه مش في بي ده معناه ان تلاتة من عشرة في اتناشر زائد ار اللي هي الدول في بعض بيساوي اه خمسة من عشرة في اربعة زائد ار نفك مع بعض 3 من 10 في 12 بـ 3 و 6 من 10 زائد 3 من 10 R 0.5 في 4 2 زائد 0.5 طبعا ودي 3 من 10 R النحية دي تبقى 2 من 10 R بتساوي 3 و 6 من 10 نقص 2 1 و 6 من 10 ده هيقدل ايه هيقدل ان R الصغيرة تطلع بـ 8 يوم نعوض في اي قانون كان فيه هنا 3 من 10 بتساوي VB على 12 زائد 8 تطلع VB بـ 6 فولت طبعا لو عوضت في الثانية برضو هتطلع VB بـ 6 فولت